السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد علي فضل الصلاة تم التسليم ادعمونا بالشير يا جماعة ادعمونا بالشير ادعمونا بالشير ادعمونا بالشير عشان نديكم الحاصل اول حاجة المعركة بتاعتفز الفاشل قبل ما نبدو ان درمان الليلة والحاصل شنو لان معركة الفاشل دي كانت كبيرة كانت كبيرة جدا 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 الناس دي من الصباح اشتغلوا تدوين بكميات كبيرة حمس وبعد التدوين بعد الضخور كده ساعة 12 حجموا على الفاشل كمية كبيرة من المشا وكمية كبيرة من العربات النازل جو من الجنينة نازل جو من النيالة نازل جو من الضعين جو من الكومة جو من المناطق دي كلها جو من المناطق دي كلها لكن المشتركة كانت صاحية والجيش كان صاحي والمقاومة الشعبية كانت صاحية والمواطنين صاحيين نازل البلو بالتقيل جدا 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 وما قدروا عملوا حاجة بالعكس كمية كبيرة منهم دنيا زائلة والعرض يوم عرض والشتت فون شتن معركة كبيرة لكن وسود المشتركة والفلغة سادسة اكبر اكبر منهم وقدرة تفرتقون وقدرة تصدهم وقدرة تنتهي منهم الكلام دي احنا نشرنا قبل فترة قلنا لكم الناس دي دائرين ايجوا الفاشر لانه عندهم الفاشر لازم لازم ليه لانه دائرين يشغلوا جبل عامر تفقوا مع الشركات انه يشغلوا جبل عامر جبل عامر محتاج حاجات ومن ضمنها لازم استلموا الفاشر فدخولهم للفاشر ده مازال بتاع تحياه وموت عشان كده بيحشدوا الناس دي نحن لما نحذر الجيش نقول للجيش واحد نين ثلاثة اربعة المعلومات دي ما بنقوم بنتخيلها المعلومات دي من النون هناك في الارض لما نقول للجيش اضرب الجنينة الآن المطار بتاع الجنينة الآن المطار بتاع الجنينة صانوهم وفي طيران حينزل فيه بنقول لا اضرب الجنين اضرب المطار اضرب الناس دي ما بنقول ساي يعني لازم المطار بتاع الجنين انضرب لازم المطار بتاع الجنين انضرب لانهم بيسهل عليهم الطرق الآن الطرق كلها بتحت الملاحة مقفلة الطرق كلها بتحت الملاحة البحري مقفلة بالنسبة اليوم النازل لازم يعمل لهم طريق قصير يمدهم بين الموان والامدادات والجنود في اسرع وكيد وين اللي هو الجنينة شهيد سبيرة الآن صاروا المطار بتاع الجنينة والعان خلاص دارين ينزلوا به الطيران عشان كده رسالتنا للجيش لازم يجينينا الليلة قبل بكرة تضرب لانه المطار الان بيركبوا في اجهزة بتاع التشويش انت هتدون لما يكتمل التشويش حق المطار ولما يكتملوا لما ولما مفروض طوال تمسح المطار مفروض تمسح المطار لانه المطار بيقصر لهم المدة بيقصر لهم الزمن بيقصر لهم حاجات كثيرة نسيطschein ان يدخừng لهم والمطار ووجبوا المطار على والاسلحة ووجيبوا المطار الجنود وبيبقى مطار بالمطار امداد سريع جدا لا يسحدونه عشان كده على غياد التشويش المفروض الآن المطار بتاع الجنين لازم تضرب بغض النظر عن أي حاجةeden المطار بتاعجينين لازم اتشاد decía المدرج بتاعجينين لازم اتشاد المناطق بتاعت المعسكرات حقتهم في الجنين لازم تتدمر لازم يتبلوا بل حارة لازم 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 ما بتنتظر الشغلة لأنه نازل من سابغين الزمن نازل عندهم حاجات جائعة عندهم نصف حاجة عندهم جنود جائين بالنسبة لهم المطار سرع الآن هم لا حول لهم ولا قوة ما عندهم طريقة يدخلوا الفاشر ولا عندهم عتاد للفاشر ولا عندهم جنود للفاشر نازل انتهوا الجابون دل والله العظيم فيه الناس شردوا وقاموا جارين عليه تشاد اللمس وغسرهم بالله في قبائل تشادية قام الجاري عادي عشان كده الآن مفروض الطيران اضرب مطار جنين الآن انتهى ظبطوه جهزوه بس حرسين الطيران حننتظر لما الطيران ننزل وطيران ما سغير طيران كبير طيران شحن يعني حينزل فوق طيران بتاع الشحن عشان كده لازم يضرب لازم يضرب لازم يضرب الليلة لازم يضرب لازم نشوف هالمطار ينجح لازم لأنه ده تعاني بدون شريان بتاع حياة وبدون اكسجين بدون شريان بتاع حياة وبدون اكسجين هناك الطريق بتاع البحر مقفول البحر الاحمر بهناك ما قادرين يجيبه بيجيبه حب حب كل الموانن رافضة لهم ما عندهم خيار إلا بالمطار دوري بطيران بتاع الشحن كبير يجيبوا معداتهم ويجيبوا حاجاتهم ويجيبوا جنودهم يجهزوه عشان الفاشر الشيء الثاني شفنا ثاني اللدارة الأهلية قاعدة هناك في برسودان أمس منوكي اللدارة الأهلية قابل مالك عقار قابل لا يا مالك عقار يا برحان يا سرعطة يا قباشي الناس كلهم نسمعوا الكلام الناس المعاكم دي لدون فرصة قلون احنا بندكم فرصة تمشوا تسحبوا ناسكن وتأمنوا منطقتكم اتوا ما عندكم على سلطة تتبلوا الضعين الضعين تتبلوا الناس ما يقعدوا يكذبوا عليكم عشان ما تبلوا هلو ما يجوكم الناس دي اللي قاعدين هناك ناس ما دبوا قاعدين جوا الضعين عارفين ديال معاكم وبرسلينهم لكم عشان يخدروكم عشان يخدروكم عشان اتوا ما تضربوا الضعين عشان اهلون وبيوتون وحاجاتون يقعدوا تماما تماما وبهنا اتوا تتخدر ونحنا معاكم ونحنا معاكم ونحنا معاكم وغسما بالله ليلة لو لقوا بس الكفة مالد بكرة بقول لك جيش الفلول وغسما بالله الكفة بتاعت الجنجويد لو كان التميل بس سنتيمتر واحد وشعروا بانه خلق بكرة بكرة مجنة دا نفس الزول دا بكرة بقول لك جيش الفلول ديال ما تصغ فيهم نهائيا ديال ما بيصغوا فيهم ديال ما بشر ديال ما تدوهم زرة تعسقة ديال خوانة غدارين دي ملة غدارة عشان كده دون خيار تمشوا تسحبوا أولادكم يابن بيلكم في الضعين دا بتعرفوا دا المفروض يحصل لكن اجوا وخدروكم عشان ناسهم ما تضربوهن وعشان الطيران ما يضرب منطقتهم وعشان يقدروا يحشلوا وعشان يقدروا يدربوا وعشان يقدروا يجمعوا ويمشوا هاجموا الفاشر الكلام دا مرفوض ابقى هنا في خلل ابقى هنا في خايم فوق في خايم في اللجهزة فوق بيسويغ لكم انو الناس ذي الملائكة في واحد تابع ليهم قاعد فوق بيسويغ لكم انو الناس ذي الملائكة مفروض الكلام دا يكون واضح الناس ذينا الآن الضعين بيجمعوا الناس وبدربوا فهم في الضعين وبيجمعوا فهم في الضعين وبيجيبوا الحاجات في الضعين وانت قاعد هنا مع ناس جايين يخدروك تخدير ليه؟ لأنه بيوت هناك لأنه أهل هناك ناس هناك ما ذال أنك تضرب الضعين ولا ذال أنك تتهمي الناس ما تسمع الكضب واتطلصوا إحنا معاكم وندعمين الجيش بعد سنة واربعة شهور صحوا من النوم قالوا شافوا الجيش أذو وقالوا كانوا شايفين الجيش لما انطلع مادب وطرد الجيش هون كانوا عموا ما شايفين لما انطردوا جيشنا منه وسلموا لجي انجويد في الطريق عملوا لي خمسونية كمين واستشهد فوقوا اللي استشهد وما كانوا شايفين كانوا شايفين عشان كده الكلام غير مقبول الآن مفروض كل الغوة ضعين جوا ضعين تتبلى طيران تتبلى مدافع تتبلى كل حاجة ضعين لأنه وسلمشكلة والصرطان بتاع سودان هذه المنطقة الصرطان يا هذه المنطقة مغر الشيطان المنطقة بتحت الضعين الشيطان ساكن وين ساكن في الضعين الشيطان وين في الضعين مفروض الضعين تتعاملوا معها تعامل قوي حاسم الجنينة والضعين ونيالها حتقوا التحرسون لما يجمعوا يهجموا على الفاشر الآن جاءوا من هنا ومن هنا ايه تدتهم مساحة ودتهم زمن ودتهم مساحة جندوا ودربوا وحضروا وكل حاجة وفي النهاية الناس بتي تدفع ثمن في المدن الناس بتي تدفع ثمن في الفاشر بيجوا يدقوا المواطنين بيجوا يكتلوا المواطنين انت حتقوا بتحرس لما نعملوا كده وخطي لي معاك صعاليك قاعدين ديد ديف صعاليك يحن عندنا ما بنادمين ما يقعد يكظبل بس الجلابية وخصما بربين الذي خلقني ما إس Koch حاجة لأنو الحرد دي ما قامت الشهر الفات ولا الحرد دي قامت الشهر قبل فات ولا الحرد دي قامت قبل اربع شهور ولا قامت قبل خمس شهور لا سنو حاجة ما كانوا شايفين كانوا شايفين كانوا نائمين كانوا مغمى عليهم ما سامعين كانوا عارفين لكن الآن المعركة دخلت اللحم الحي والضرب دخل الضعين مما دخل الضعين طوال ديل لبسه 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 أمشه أمشه وقشه لنا الناس الهناد سعيدوا زولوا الرزيق اللي قاعد فوق أمشي 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 تعالوا وقفوه وديلة هنة وهنة قالوا ما ندمانين تتبله وإنت وهلك والمعاهلك تبله إن توهلك والمعاهلك تبله دل 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 وسخ دل ماهل دل وسخ دل عره دل خوانة دل مرنة مع ناس عشان كده ما تجاملوا لينا بأرواح الناس ما تجاملوا لينا بأرواح الناس مفروض الآن كل الغوة الضعين جوه وتركب ما دبه جوه ما دبه وتركب جوه بيته مفروض دل بحصل الآن لأنه دزول قذر لأنه ما عنده شرف لأنه ناس تافها ناس قذرة أولا حرام كلهم ما فيهم راجل عشان كده يا البرهان الكلام واضح لا ألف لا دوران الصعادق بتاعنا اللي دارات بتاعنا الناس دات يامشوا وقفوهن من التدوين على الفاشر يامشوا وقفوهن من التدوين على الفاشر يامشوا بلهو ذاتهم دل بنعرفوا ما يقعدوا يغش على الناس نحن ما زيكم بين الغشاء ولا زيكم بين الساد ولا احنا محصنين محصنين ضد الغدر والخيان وضد السواق عارفين الخايم منه وعارفين الكلام بواضح لأنه الناس زي اللي العام بدونوا في الفاشر ويدونوا يا رد بدونوا في المساكين ليه يدونوا المساكين وين الجيش هالجيش مفروض طوال يضوينا الضعين وما ناس ما تقول لي والله احنا زي اقعب منهم ان احنا لما نقوم اقعب منهم لما نقوم احنا زيهم شنو والله العظيم مفروض يتبادوا على بكرة ابيهم لو احنا عندنا السلطة الملة دي والله ما يعيش فيها واحد على وجه الارض لأن دي اوسخ ملة حصلت واوسخ بشر وانت الناس الله خلقهم في التاريخ دي الماناس دي الملاقيط دي الجلافط دي الوسخ السودان عشان كده يا برهان الضعين جوا الجنين دي جوا نيالة دي ما في سبب خليك تقول للك تتفرج الناس اللي تستشهد دي ما ناس سائر والله العظيم الضفر الشهد ح realistic جادتهم دي كلها دي ما ناس دي غدارين واوسخ خلق الله شفت دي اوسخ خلق الله واحفن خلق الله عشان ما تقعدوا تلفوا وتدوروا وتخدت لنا ناس يأكلوا على الدولة السودانية والدون وأولادهم هناك بيكتلوا في أهنم الكلام ده غير مقبول وهم نرضى كلام واضح نمشي للحاجة الثانية المهمة الليلة من الصباح ما شاء الله الجيش بتاعهم درمان طرع وأكيد الطبيعي وفعلا ما لقموهم جيش يتقدم نطف المهندسين نطف المنصورة نطف المناطق ومبدد المناطق كلها ما في حاجة في نفرين قاعدين خطين لهم ناموسية قاعدين في دكان خطين قدامهم مدفع في ثلاثة واسخانين راكدين لهم في طابون خطين جنبون راجمة في دوهم أنا ديل بديهم مساحة ستة شهور سبعة شهور أقعد أصطر أنا ديل بقعد عائل اللي هون هون بيكتلوا في الناس الناس زي كل خطون كده ما بس ومدرمان ده مثال بسيط المشهد الليل اللي لقاكم في ومدرمان ويتو ماشين وماشين 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 وجارين درج جنجاويد ما فيه حنجيب جنجاويدنا مش نصنعهم في مصنع بتاعي جنجاويد نجيبهم نخطون عشان نقول لكم فيه انجيب ما فيه انجيبه الليلة طالحتوا فيشن الحصر الغوة كلها ماشا ماشا ولا حاجة فيشنه دخلتوا بهنا بهناك مشيت ونضفتوا المنصورة فيشنه ومشيك منها يعلمهم المنصورات ومشيك منها اللى هنالك خرطوم صعيح الناس الذين لا يوجدوا شيئا الناس الذين لا ترى هذه اللحظة الذين لا ترى الناس الذين سلطوا الجيش تقدم في ساعات من الصباح وصل مناطق بعيدة جدا جدا وصل مناطق بعيدة جدا جدا هل لقوا مغاومة وشراء؟ لا يوجد شيئا فرنشا عندهم هاون ضربوا بيقول يعني ما جيش عندهم جيش بغاتل وقتلانا هاون بيهنة بيهنة ضربوا الهاون ضربوا بيهنة والجيش متقدم عشان كده الان واجب الجيوش كلها في بحري فيهم درمان في الخرطوم ده الوقت اللي بتتحرك فيه ده الوقت اللي بتتحرك فيه وتتقدم فيه الناس الذين لا تتحرك فيه حتة واحدة اقطع الكبرى بتاع الجبل بتاع عمدرمان ده بتاع الصالح هذا هايمشي وين؟ اقطع كبرى الجبل لان كده لو زريته فيه صالحة بيخش بهناك الجبل اقطع الجبل هايمش وين؟ هايمش وين؟ ما عنده مكان يمشيه ما عنده مكان يمشيه اتمهدليه الطريق بتضرر فيه هنا وفاتح له طريق يدخل الجبل بيقوم جاري بيمشيه بيمشي الجبل هلا ما عنده ونقوه عشان احنا نقعد نخاف ونقعد ننتظر ونقعد نشوف شوفنا الليلة بعين الساعة كده جيشنا ماشي بكاوي يعني ما فيه معارك الشريسة تحت الخرطوم دي هايمالولا هايمالولا عشان يتحرك الجيش من الرباط لحد دي ودنباوي اخذ ليه ثلاثة شهور ليه؟ لأنه كان فيه كمية خيالية وفيه عربات وبروف دي حكاية بتاعت عربات كمية كبيرة وتشويش وحكاية الآن الكلام ده ما فيه الكلام ده بح الكلام ده كمية نازل قطعه النازل كمله بح باببح تعرفوا باببح بيعني شنوه بالسودان يعني ما فيه يعني كمله يعني ما فيه باببح يعني ما فيه شوفنا ليلة المنظر وشوفنا جيشنا ماشي تقدمات كبيرة جدا 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 ما فيه اي حاجة المساحة بتحت الراجم الضربات دي لأنك تأسى الليلة بعد ما تمشي هناك تاني ما بضربوا راجمه ولا عندهم راجمه حيمشوا وين حيضربوا من مين الراجم الراجمه ما زي الدانات ولا زي بتعرف اتجاهها وين ظاهر عشان كده الليلة تبادوا الليلة شردوا الليلة صيجوا الناس دخلت ومبدأ دي سيرة ومبدأت دي الناس دخلاه سيرة سيرة عديل سيرة سيرة دخلين الناس سيرة يغنوا يعرضوا ما فيه حاجة عشان نقعد نخط لنا جنجاويد ووسطنا ونقعد نقول والله ونحن ما قادرين ونحن لسه لما نتجي الوقت ووقت مناصب شنو عكازين وطورية وسكين وغسما بالله ما فيه جنجاويد يفضل الناس زينا ما شايفين بعين وين الجنجاويد الجنجاويد وين وين ما فيه جنجاويد غد ناصبه ثلاثة قعدين لون فيه عمارة طيق 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 والناس بتعيلون لون اربعة شهور الليلة وين ما فيه مهندسين كلها حرة صعبة يعني يوم واحد لو كان قبل اربعة خمسة شهور يوم واحد عملتوا كده صعب ما صعب استخدمتوا الكيماوي لا استخدمتوا الليزر لا يهو البندرية حقة تجزات يهو شايفينك باكلاشك ما استخدم تلك حاجة احنا شوفناه جديدا الليلة ياهو القديم في شنو اللي استخدمتوا الليلة مافي شايفينك من دقيقة جيزاته باتلاشك طاك 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 ونمشو القصة مافي حاجة يسمع نحنا ونحنا وفي مافي ونافي إحنا شايفين عد وقدام عيننا مافي كيم المات أي تأخير مافي مبرر إلا أنك إنت ما دارت انتهي منه من دار تخليهم لي فترة موقع تزيادة. لكن شفنا بعيننا الليلة الجيش ده تقدم تنقش 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 تنقش. منصورة خليج. كل المناطق بيهناك. واحتمال السعى المربعات ويكون دخل صالح. ليه لانه نازل ما عندهم شي. الناس دي كم دلت الناس دي وقعت الناس دي خلاص ينتهل. في شغل حياتي في شغل حياتي تاني في منطقة تانية او تالت او رابع. لكن كنا نتمنى يكون في زمن واحد. كنا نتمنى نفس الشغل التام هنا يكون في نفس المكان التامي بيهنا. انا ما ممكن اوقف المحاور واشتغل في حتة. ده 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 ما تكتيك. لا درسنا كلية لا حال. لكن ده ما تكتيك. اوقف المحاور في حتات واشتغل في حتة واحدة ده ما تكتيك. ده ما تكتيك. لو ما عندك قوة كافية ولا هندي القوة دخلت المدرمانية حلوة دهناك نقول لكن لا. في مشكلة لسا في مشكلة. ما نحنا انا كمواطن سوداني متابع انا ما باكل بالكلام. وما باكل بالخطب الرنانة. ولا بالعاطفة ممكن زولي سبني غشاني. ولا بالعاطفة ممكن اكون ما بشوف. الان في وضع مفروضة الان الجيش يتحرك في كل مكان. احنا ما عارفين بتحرك وين ولا ما بتحرك وين. ولا داري نشو الله كين دهنا تفاصيل. محتاجين اكتر من كده. الكبار بتاعة اللي قنا هامز بتاعة السنجة. وبتاعة السكر مفروض ينتهن. التاخير ليه? انت دارت الدوم مساحي يطلعوا السرقوة اللي يدخلوا حاجات زيادة. هنا اي تاخير معنى في طواطم. ما ما في عزور اي تاخير لضرب الكبرين ديه? في طواطم. الان بالزاد كبر جبل اولياء واجب وطني الضرب. وفرضعين. كبر جبل اولياء فرضعين الان الضرب الليلة قبل بكرة. اي طواطم في جبل اولياء معناته في خيانة. اه ده ما عزور ولا لف ولا دوران. احنا خطب شبعنا. خطب وهناي وشبعنا. بالعاطفة قسما بالله ما نساق ولا خطوة. بالعمل نحنا معاكم ليوم الدين. عاطفة هنا ده ما معاكم. بيان بالعمل عند الكبر هنا يطلع قولينا سبب خليكم قاعد للهان. قدينا فايدة واحدة للكبر ده. جيبوا لنا فايدة واحدة للكبر جبل اولياء. جيبوا لنا فايدة واحدة للكبر جبل اولياء. ما عندكم اي فايدة. غير انه يدخل الجنجويد. ويطلع الجنجويد. يدخل لهم العتاد حقهم. ويطلع منهوباتنا. دي الفايدة الوحيدة وللجنجويد. ما للشعب السوداني ولا للناس الجزيرة. ولا للناس النيل البيض. حارسين بيشنو? الان فيشنو الحارسين بي. اضرب الكبري انت يا ولولي. اضرب كبري سيناك. ريح الناس هناك. اضرب كبري سيناك. اضرب كبري سيناك. خاتل اي كبري والبلد يطيع لشنو? كبري ما بنبني كبري ده. كبري ده ما بتبني. بناتو انت عملت في طوبة. عملت مونتو. جبت سيخو. بناتو. عندك بعلاغة. دمر امو بجي الرجال بابنو. انت مالك. انت مالك. الكبري ده دمره خلي الرجال بيجيبنو. الكبري ده دمره خلي الرجال بيجيبنو. ما عندك بعلاغة. ما عندكم بعلاغة. دمر الكبري طالما الكبري بديون بحرية تحت حركة وبيدون مساحات بتاعت حركة وبيدخل لقنا التشويل. انت حارس بيشنو? دمر الكبار التلاتة ديل انتهي وطننا ده بنبنيه وده لنبنيه من تحت ننتهي من التمرد ده إن شاء الله يتمسح نجد فيه خيمة نحن حنبنيه لكن لو فقدنا الوطن نخد الخيمة وين ندقها وين ندق الخيمة وين خيمة في وطنك أفضل لك من عمارة في بلد تاني أفضل لك في عمارة في بلد خارج السودان ادق خيمة جو في بلدك وفيها سريرين وفيها زير وقدامك وهنا كانون وقدامك شوال بتاح فحم وقدامك كفتيرة وحلة وسكين وصينية إنت أفضل لك من عمارة الدوق لا في أي دولة إنت البلد إحنا دقرنا واتسلمنا لها البلد دي والله لو سلمتونا لا وقت ما كسرت تسلمونا لأرض إحنا رضياني فيشنو فيشنو إنت ابتساعد فأنهم هوني يمشوا ويخشوا هنا ويجوا هنا ويفزعوا ويفزع هنا ويجيب هنا حرية بتاعة حركة غير طبيعية بيدك تفصل تخليهم كل ذول قاعد في حتته أي ذول يكون قاعد في حتته وتقدر تاكله بمزاجك تقول لها أكلك من وينها بط تغني لك ما ناكل لك من وين يا بط لأنك بيكون معزول الناس الآن كجبلو ليدا ناس الصالحة دي المجرد مع مشير كلهم بيخشوا هنا وغير كده بيجوا داخلين الآن بيجوك من الجبل بيجوا حربوا في الصالحة وبيجوا داخلينهم درمان الآن بيجوا داخلينهم درمان يحاربوا مع الناس الصالحة الأس الآن بيكونوا خلاص بيجوا بيكونوا بيجوا 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 للمليك رحة رحة هناك الصالحة الآن بيجوا انتشروا ليلة أنا كنت فاتح لهم طريق وخش به هنا ويطلع به هنا قطعهم في مناطق قطعهم في مناطق وينتهي منهم الشغلة ما صعب الليلة هم درمان ما شاء الله تبارك الله ناسنا رجال وعارفينهم والله بيحرروا البلد ولا كلمة ولو وقفوا وماشيين وامور طيبة وانتصارات والدنيا كلها زغاريت وفرح والحاجات حلوة لكن يا جماعة فيه كبار اللي لازم تتقفل الكبار اللي بتجيب التشوين وبتدخل المضاد وبتدخل الحياة اللي لازم تتقفل الكبار دي ما عنده أي مصلحة بالنسبة لنا الآن الكبار دي ضرره أكتر من نفعه الناس الذين يدخلوا بيال كبار اللي عشان يدخلوا لناس الجزير عشان يمشوا ب الكبار اللي الناس اللي يود يدخلÓ وخصو بيال جبل اللي بخصو بتخييب الجبل اللي فنحن نقعد ننتظر لفتاني يعنا حتى القفل الكبار أقطع الكبار وإقطع كبر السكر وإقطع كبر السشون갈 قصة التأخر رجال أصلا ما حبابه ده يتقل أي ساعة إتقلت يا يا سرعipes أي ساعة معناs أن إحنا ما في صالحنا كلامك صح سمح دقالينا الكباري خاطلناieneكم الكباري دي ممنوعة من الصرف أجنينو ممنوعة من الصرف أجنينو ممنوعة من الصرف أضعين ممنوعة من الصرف ما دقوا النازل دقوا النازل فيشنو يتوكو تعالفين أي ساعة بتضرنا ويساعة ويساعة طيب ما يكون حارسين شنو شنو السبب العظم من الوطن اللي بيخليكم معها ملآن ما في عزور قصة ملآن وملآن ما في عزور الآن 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 عندكم حاجة الآن 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 نمشي لكلام ياسر العطف أول قبل أي حاجة أنا كنت أتمنى الموزيع تزال تقول لي وقتين تقول تدى الشيطان ودى كدى ودى كدى لماذا ترد السؤال دا لو ما الساعل ياسر عطا وجاوب عليه أنا ما بيختنع لأنه دو السؤال المفروض يجاوب عليه سؤال محير الشعب السوداء أي سؤال تاني ما مهم أي حاجة تاني ما مهم سؤالنا واحد مهم إنتوا قد عارفين العدو وعارفين الصبي ما تردتوا ليه العدو والشيطاني جيشنا لقاعت هناك خمسطاشر ألف جددتوا ليه والشعب محتاج وناسنا بيحتاجوا ليه جيشهم ليه جددتوا ليه جيشنا خليتوا ناسنا بدون حماية إنتوا تعبانين وعارفين نكون زعلانين على الهناية لكن الناس الممكن نعذرهم بحاجات زي دي اللي يكون ما عندنا جيش لو كان ما عندنا جيش نقول والله العظيم عزركم معاكم لو كان الآن المعسكرات فاضية نقول عزركم معاكم عندك خمسطاشر ألف جندي بيكاتلوا ليه ناس عن ناس وعندهم أهلهم بيختص بفرون وحرائرهم أدونا غانون في كلية الحربية بيخلي ذي قاعدين يحاربوا مع دولة وشعبهم محتاج لهم ياتوا دولة في العالم عملت كده خلي الكلام تعالق حاق إحنا منتهيين منه ابن حرام وابن ستين تافا في حاجات ياسر العطل الشعبي محتاج يعرف هكتر من الكلام إحنا دارين نعرف ليه سفير الأمارات دقعت في بلدنا ريالة ماضين شيكات باسم السودان بايعين السودان عشان إحنا نعرف ما أنا لازم أعرف يعني ده ما حاجة الناس بتتجاوزها ولا حاجة الناس بتعمل نفسها ما شايفها حاجة زي دي أنا ما بتجاوز ولا بعمل نفسها بالعكس أنا عندي الموضوع ده أهم بوريني مصير دولتي السودانية بعدين وين بوريني مصير دولتي السودانية أنا لو ما اتطرد سفير بتاع دولة الشهر ما بطمئين ما بطمئين ولا بسغ ولا سغ زرّة في المية ليه لأنه ده اللي بيكتل وده اللي بيجيب وإنت عارفه وبتقوله والشياطين ودولة هنا والشيطان طيب إنت بتاخد شيطان معا ليه خاطئ كانت تزالوا السؤال دي اللذي المفروض يجعب والشعب دار يعرفها السؤال التاني جيشنا القاعد برا وغتنا المسلحة الحال فغسى مخصم بالله العظيم أحمي الشعب السوداني وأحمي قالوا مكتوب هناك تحمي دولة تانية تحمي لك شعوب تانية عندكم في غسم الكلية الحربية تحموا شعوب تانية عندكم فغرة بتقول تحموا شعوب تانية عندكم دير السؤالين اللي احنا دارين نعرف بالنسبة للعلاقات الخارجية العلاقات الخارجية اتفاق بالشعب السوداني كلهان احنا دارين دارين كلنا العلاقات الخارجية الجديدة مع المحور النظيف احنا دارين ايران الصين تركيا روسيا دي الدول الواحد بيمشي لها دي الدول الواحد بيمشي اعمل معها علاقات دي الدول الممكن تكون معاها وانت مغمد عيونك لانه ديل لا بيزوك ولا بيدمروك ولا بيعملوا فيك حاجز بالعكس ديل لو ما نفعوك ما ضروك لو ما نفعوك ما ضروك الخطاب بتاعي ياصر عطاء خاطب العاطفة بنسبة 90% عاطفة بنسبة 90% ومشكلة الشاب السوداني لعاطفة يعني الكلام بتاعي ياصر عاطفة عاطفة بنسبة 90% العشرة في المئة ده باحتمال جواب لي على زيلا ولا الآن قديمة الناس كانت دائرة تعريفة من ضمنها هل صلاح قوش كان ضمن التغيير ولا لا يا دوبنا عرفت انا كنا قلنا الكلام ده لكن ما كان في تأكيد انه صلاح قوش كان جزء من القحاطة وكان جزء من التغيير وساهم ساهم في التغيير وكان معين حسب كلام ياصر العطامس عشان تعرف القحاطة من يتاجر لك وقولك فلول وكيزان فلول وكيزان وصلاح قوش وعمل ودوة صلاح ودوة صلاح صلاح اولاده القحاطة اولاده الغير شرعيين القحاطة اولاده ناس خالي السلك ناس محمد ربيع ناس مدني جرادل ناس تودى اللصم جابوا مندي وقال لنا الله كلم معك خدتوا لنا في طشط وفيسوا لنا رح نلمعك جابوا ساحتين وطلعوا للناس الشغل ده كان كله مرتب وده السؤال المهم عشان تعرف انك في ناس طلعت صورة من قليبة كده طلعت صورة نظيفة ما عندها مطمع وفي ناس طلعت عشان تسرق البلد وتنهاب وتديها لناس اللي هم طالبين منها السؤال ده كان مهم جدا جدا ومس قالوا خط لك النقاط فوق الحروف قال ليك فعلا كان جزء معانا وكان 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 والحاجة المهمة الثانية قال ليك احنا قلنا لون نفسي ما عمل سؤال الدهر سنة وانسلم كل الانتخابات رفضوا القحاطة قالوا ما دا يريد قالوا ما دا يريد دلالة على شنو؟ على انه القحاطة ما قصة قصة ديمقراطية ولا مدنية القصة تحته دائر يعمل تمكين لنفسه دار يستلم النغابات دار يستلم دار يغير بيغير باشنو البلد كانت ماشية الناس ماكلة شاربة هل هنا بيحصل تغيير ما بيحصل تغيير عشان يمسك غرارك ويخليك تكون تابع ليه لازم افقرك وده المشروع بتاع نقدة دولي يعني مشروع نقدة دولي مربوط بنسبة كبيرة بالمشروع القحاطي ليه؟ لانه ما لم افقرك ويجوعك ويخليك محتاج مستحيل يوجهك لو خلاك بنفس الوضع اللي قاك فيه ماك تشارف امني وامان عايش سكرك مويتك صحتك تعليمك حيسوكك باشنو بالمنطق ما بتستساكل حييغنعك بأخلاقه وما بتختنع لي حييغنعك بأبو ما بيختنع لي باشنو حيغنعك حيقوم يجوعك يدخل فيك المكانة بتاعت النقدة الدولي المشروع بتاع رفع الدعم هنا رفع الدعم طوالي بدون مغابل بدون مؤشرات خل الشعب السوداني كله تحت خط الفقر حتى الأسر اللي كانت عايشة وماشى لقدام أصبحت بتاعني هنا حيدخل منه حيدخل القحاطي حيجندك حيديك تاكل مغابرة الغرار حيديك تاكل مغابرة وفعلاً دا حصل حزب المؤتمر السوداني كان عنده غرفة وبرندة ولا تاومات بيطبيق 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 فجاء عمل ليه مكاتف في كل أنحاء سودان من وين من وين ما منك اتا عشان يجيك عشان تتمش تخشعي معاه وليه لأنه حيمسكك ببطنك لأنه مسكك ببطنك الناس اللي معاه عايشين رشاوي قروش مدنون إتا حتمش تدخل معاه ونحا تدخل معاه محتاجين كم سنة أربع سنة ليه عشان يقدروا يحيدوا شعب السوداني بيكون معاهم بيشنوا بيجوع رفع الدعم اللي هو عشان الخطة بتاعتهم تمشي يعني ما رفعوا عشان يصلح اقتصاد ولا رفعوا عشان الاقتصاد الصلح ولا رفعوا عشان الدولة السودانية تتحسن ولا رفعوا عشان زي ما تقول لك اتطلص بتاعهم رفعوه عشان عشان يقدروا يسوقك انت رفعوه عشان يقدروا يسوقك انت واستلمو غرارك واستلموه كامل واستلموه كامل يعني رفع الدعم ما مربوط بإصلاح اقتصادي لأنه اساسا ما كان فيه انتاج دايما لما انت ترفع الدعم بيكون عندك انتاج بيكون الانتاج حقك أكتر من الاستحلاق بتصل مرحلة بتاعت التزعين في المية انه رخام عيشي او رغد معي اي حاجة يسميها يقول عندك كل شيء متوفير انتاجك ضخم جدا بعد ذاك بتجي الحكومة تعمل رفع الدعم ليه لانك انت منتج ما محتاج لحاجة من بره ولا محتاج لحاجة عندك منتج الكلام دا ما فيه انتاج الدولة السودانية ما انتجت الا انتجت لنا الصعاليك الا انتجت لنا الرمم الا انتجت لنا حتالة البشر الا انتجت لنا الناس اللي ما عندها شرف وما عندها ضمير في السنتين وستة شهور لكن انتاج زراعي ما فيه انتاج صناعي ما فيه انتاج السسماري ما فيه انتاج ما فيه اي حاجة انتجوا لينا شو اللي بتعصى عليك انتجوا لينا شو اللي بتعطى عاهرات انتجوا لينا شو اللي بتعطى ناس ما عندها شرف دي الانتجوا هنا بيجوز تعمل ليك ترفع ما بيجوز ليه لانه واحد راد بو ثلاثة ترفع منه الدعم تخلي الثلاثة ديك تمام بتحكيلوا لحمة إنت هنا ما أصلحت اقتصادي إنت هنا دمرت ما يكون أمة الاقتصاد ودمرت المواطن ورجحته تحت الواطن ودي الخطة حق تلقى حال يعني عشان ما تجي تقول لنا والله يصلحوا الاختصاد وكانوا حيصلحوا والاختصاد فيه جرح وفيه هناي وفيه قطعة لازم نقطعه لازم ما فيه أي حاجة الاقتصاد كان سليم كان معافا لدرجة أننا كنا ماكلين شاربين لدرجة أننا كنا عايشين لدرجة أننا كان الشعب السوداني ما فيه فغير ما فيه فغير الشعب السوداني ما شفنا نهاي نهاي ما فيه قبل ما يجو القحاط ما فيه الناس دي كله عايشها أي ذول عايش كل ذول بيشرب الشاي وكل ذول بيفطر وكل ذول بيتغدى أس هو حاجة القحاط يعمل الحاجات دي عشان يمسك المواطن السوداني ويزلي ويهينه ويخليه يمشي معاه عشان يجي ينفذ مشروعه دالي ينفذه ودي الكلام المفروض وقال أعمل سياسر العطاء الشيء الثاني التغيير الحصل بعد ثلاثة رمضان قال لك الناس دي كانوا بيأكلوا معانا وبيشربوا معانا نزلت التوجيهات أنه ما يقعدوا مع الجيش وده المشروع مشروع تدمير الجيش ده مشروع تدمير الجيش كلنا متفقين على أنه فعلا كانوا دارين يدمروا الجيش كانوا دارين يدمروا الجيش الشعب السوداني بطبيعة حاله بحب جيشه حتى لما حصل التغيير الشعب ده كله وقف وفي بنات عرس جياشة والجياشة بيغنوا الكلام ده ما عجب القحاط هنا اشتغل جابوا لك البيت دي كالصغير هنا هي اللقوزة ديكي وجباه فقال الشباب العرمان ده فقاله وما عندنا جيش وكلهم بورا ليه لأنها سميحة لأنها رخيصة لأنها ممكن يلقوا منا حاجة لأن دي الحقيقة دي الحقيقة حاولوا يدمروا يدمروا شيلوا شيلوا من هنا شيلوا من هنا وفي نفس الزمن بيكبروا في الماليشة بيدمروا في الجيش به هنا وبكبروا في الماليشة به هنا بيدمروا في الجيش به هنا وبكبروا في الماليشة به هنا كبروها يوم اختاروا حمدت حمامة للسلام حمامة بتاع السلام كانت لثلثمائة ألف في لارفور. حمامة للسلام مهجر ثلاثة مليون فاصل ميتين. حمامة للسلام عمل مجزرة الغيادة. حمامة للسلام دق عمنا كبير في الشارع. حمامة للسلام هددنا بأنه الخرطوم دي عماراته يسكنوا الكلايس. ده حمامة تحت السلام اللي اختارونا. دي حمامة تلقى حاطة تحت السلام. دي حمامة تلقى حاطة حقة السلام. عشان كده نحن ما دائرين حمامة بتاع السلام. قحاطية. نحن دائرين حمامة الجيش القحاطية. البلدة دي يجيب لنا السلام. نحن لسا عدتوا حمدت بتاعكم بتاع السلام كانت في كم؟ تلتمية في دارفور. وفضل الاحتصام ومحارب واختصب وعمل أي حاجة. عشان كده جماعة ما في القحاطة ده ما عنده وجود في سودان ما بيجي. ومشى مع عارف نفسه لعنده ناس بيحبوه لعنده ناس دائرين ولفي سودان دائر طايق بقحاطة. الكلام اللي قالوا ياسر العطة ده سليم جدا وإحنا معاه فيه. لكن محتاج ياسر عطة الغوانين. محتاج تفعيل الغوانين. محتاج ياسر عطة الصفارات كلها قحاطة. الصفارات كلها قحاطة. صفارتنا في السعودية عبارة عن جنجويد وقحاطة. صفارتنا في الكويت عبارة عن جنجويد وقحاطة. السفير في تركيا قحاطي. حزب أمه. أوروبا كلها بالتال بدري. اللي كانت بتنبز الجيش وبالسياة الجيش. قاعدة للآن شغالة معاكم في الحكومة السودانية. هالة. 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 هالة مرة الرشيد مركوب. ماسك العلاقات الأوروبية في الخارجية السودانية. انت بتتكلموا وبتقول لينا كلام. وإحنا ما عندنا الغرار. أنا لو عندي الغرار كلامك ده بطلع ورقة وقلم بعمل غرارات. انت ده مفروض يا يا سير العطاء توجه بأن الحاجات دي تتغير. حارسين منه البغير. انحنا. انتم بتقولين الكلام ده نحنا بنغير ولا انتم. البغير منه. الكلام. احنا الكلام خلوه علينا. ايتوا عليكم الفعل. الكلام خلوه علينا نحنا بنجيه. لأنه ما في يدنا قلم. لو في يدنا القلم ما بنطلع نتكلم. قدون القلم ويتوا تتكلموا. هالشغلة دائرة ارادة ودائرة غرارات ودائرة ناس ما بتخافي لو ما تلحق. ما بتخافي يا زول. طوال التبيل. هالبا بكر النور دي مفروض تشاهد زمانك. من العلاقات الخارجية. مفروض تشاهد زمانك. السفارات دي مفروض تتنظف سفارة سفارة. كلهم صعاليك بتاعين قحاطة. الا من رحم ربي. رمم خناية كلهم. سفارات عبارة عن قحاطة. بيتين لا سنو قاعدين. السفارة مفروض تكون جزء من الحرب. مفروض تدير لك برا. مفروض تتواصل برا. مفروض تكون الاعلام حقك للخارج. صوتك. ايه تخذتون لي? سودان ما فيه. بس اللا دي. المرحلة ما مرحلة كلام. الكلام احنا سمعنا كثير واللغات. انتو السلطة التنفيذية وانتو التشريعية الان انتو تنفيذ وتشريع. ووقيت انتو تبقى السلطة بتاعت كلام. احنا نبقى شنو. احنا نبقى شنو. الان دوركم يا سر العطا. تنشريع وتنفيذ. تجيبوا لنا غرارات. شن دي القحاطة. شن. لكن تيجي تحكي لنا. اللي احنا بنحكيه والبي نقوله. انت بتيجي تقوله. احنا ما طالبين منك تحكي البناء. احنا كلنا عارفين القحاطة شنو. وعارفين الحاصل. وعارفين المشروع. وعارفين الدولة. بتاعت الشر. وعارفين الشر ذات. لكن في غرارات مفروض تتخذوها ايتو كحكومة تنفيذية. كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. بيدكم تغيروا. بيدكم تكتبوا. بيدكم تبدلوا. بيدكم تعينوا. وبيدكم حارسين شنو. سنة ونص احنا بنسمح في نفس الجومة دي. الدولة مليانة قحاطة. الان 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 النيابة مليانة قحاطة. الكلام ده قلت تغيرت منه من النيابة. القضاء كله قحاطة. غيرت منه. في منه اللي غيرت. ماهو الكلام ساهل لكن الفعل. عندك الآن الجهاز بتعلام. رجعوا ضباط بتع نهاية العمليات. خلوني يأمنوا البلد من الداخل. خلوني طاردوا القحاطة البرة في السفارات. خلوني يجيبون بالانتقال. خلوني يشتغلوا. الكلام الآن ما حبابه. الآن احنا دارين الفعل. الفترة الفاتر كلها نحن نسمع. وكلها نحن نسمع. وكلها نحن نسمع. الآن احنا محتاجين افعال. محتاجين افعال. محتاجين غرارات. محتاجين واحد. او نين تلاتة اربعة اصلاح. المؤسسة الغضائية اصلاح. كذا. إصلاح. كاذا. اصلاح كذا. اصلاح. كذا. غرارات وين. ليه الغرارات موجلة. ليه الغرارات موجلة الان. السماء. شنو اللي بخلي الغرارات موجلة. اللي الكلام عمره ما يبني لدولة. لو عليه كلام ما بيبني دولة ولا بجيب حاجة. يفرحك ساعة يفرحك نص ساعة يخليك منتشي ياهو نفسك الكلام ده قبل سنة قدت وقوه من ده ما في حاجة عمله احنا دائرين افعال احنا دائرين افعال ردل الشعب السودان الصبر ده افعال القحاطة ده كلنا بنحتغره نكرهن طلع طلع الجوازات ده ما يطلع لهم ولا جواز خلوهن يكونوا مطلوبين الدولة اللي في عندكم معها علاقات خلوهن يجتلمو كلهم لكن ما ممكن ما تعمل اي خطوة وتجيب على سنة وستة شهور تتكلم عن القحاطة طيب البحاسب منو البحاسب القحاطي منو الان منو البحاسب في الدولة غيركم منو اللي بطلع الغرارات غيركم منو اتو وين الغرارات ما اتو عارفوا مجرمين و جوزوا من الجنجاويد وويا عشنو في خلل ما في خلل ما لمشي لحاجة مهمة قاله ياسر العقل قال البرهان قبل اربع يوم قال له اتفقوا اتو كباشي انا سلمة لكباشي اول حاجة دي اسمه مؤسسة عسكرية مؤسسة عسكرية دي ما شركة دي ما شركة ولا دكان لا شركة لا دكان الغايد بتاع حاجة لما اعجز ما يقدر اعمل حاجة وهو شايف نفسه خلاص وصله خلاص ما قادر بقدم طواله بتنحى بسلم البعض بدون ما يتشاور ياسر عطا وبدون طالما اتا انت كغايد وغايد بتاع الجيه شايف دي الصح طواله تعمله احنا هنقول لك اتا شفت الصح هنقول لك لو الله وإحنا ذاهرينك وحاط الله أكون واضحرام أقول الكلام ده لانك اتا طالما حسيت بانك اتا ما قادر وحسيت بانه الحاجة دا اكبر منه دا تعمل كده والله حبابه كباشي مش ضابط في الجيش حبابه نقول لك شنو نقول لك شنو حبابه اتا شايفه كده حبابه يعني اتا دا عمل شنو يعني انا بشوف الكلام ده غير الناس اللي شايفه كلهم الكلام ده عنده تفسير بعيد ايو والله العظيم عشان كده اتا خلي الدولة لا فيها حكومة بتاعت حرب ولا فيها مجلس عسكري ولا فيها حاجة دايرة دولة تكون مرهونة لأشخاص دايرة دولة تكون مرهونة لأشخاص وده اللي احنا كنا بنرفض فيه بنقول لك شكل لنا حكومة تحرب ليه عشان يمشي ذا يقعد دا عادي لما تشكل حكومة بتاعت حرب بيكون عندك دولة وعندك حكومة بتاعت حرب سايقة الدولة السودانية ايه مش اللي مش ويقعد اللي يقعد الحكومة قاعدة وشغالها الدولة محتاجة لها حكومة حقيقية انت طالما دار تخدم الدولة وشايف نفسها كده شكل حكومة بتاعت حرب جيب ضباطك بتاعنا الجيش جيب ضابط بتاع الجيش فريق ولا معاش خدتوا رئيس وزراء وزراء كلهم ضباط ولا كلهم ضباط وانت السلطة بغرارك انت عمل سلطة تشريفية فوق خد فيها مجلس بتاح كون انتو الاربعة ولا الخمسة ضباط والباقين ديك السلطة التنفيذية والتشريعية وانتو اقعدوا لنا حبابك نلف اصلا ما عندنا لانه لو بعد ذاك داري مش مش لانه في حكومة هي التنفيذ وهي التشريع كده نقول لك والله كده ايت تمام التمام وشكرا لك يا البرهان وما قصرتها لكن لما انتجي تمسكنا من يدنا اللي بتوجعنا خلي البلد بدون حكومة وبدون اي حاجة كأن البلد دي عبارة عن شركة امشوا التفقو التفقو في شنو شنو اللي بتتفقو فيه البشير لما مشيتولك عليكو نمشوا التفقو البشير لما مشيتولك عليكو نمشوا التفقو ابن عوف قال ليكو نتفقو دي مؤسسة بمش دا بيقعد دا دي مؤسسة بمش دا بيقعد دا وحبابه اي زول لابس لي بسجيش حبابه اليف بنسق فيه اي زول لابس لي بسجيش بنسق فيه لابراهيم جابر اي زول ضابط لابس لي بسجيش بنسق فيه لابراهيم جابر رجعه حمدتي عشان كلهم بنسق فيه لكن تاني ضابطنا كلهم بنسق فيهم كباشي العطا كلهم بنسق فيهم حبابه طالما هيته ما قدر الامانة وما قدرها حبابه ما في دا وبيحنسوك ليه وزول ما قدر الامانة بيحنسوا ليه الوطن دا ماذا ارتحانيس انت ما قدرها الان ابدو طوالي شكل لك حكومة بتاعتحارب ومسكونا البلد الان شكل حكومة بتاعتحارب ومسكونا البلد وخليك غاية عاملة واتشحاب المسلحة فقط ابعد من السياسة ابعد من غيادة الدولة سلمة لحكومة بتاعتحارب عينة انت زاتك وديه الصراحيات وديه السلطان ويتاقوا بتغاية للجيش دا ما حل حل ما له ما سمح والله العظيم منك اعمله عادي عادي ما عندنا مشكلة في حاجات مفروض ما تتقال حتى لو قال لك يا سرعطه مفروض ما تتقال لان ماague محمدة اللي تقالها ماذا دا ما محمدها كلام اللي تقالها ماذا دا ما محمدها دا ما محمدها اي ما قصة انه هما داير والله احنا ما اجي ابردنا. شكلوا لنا حكومة بتاع الضباط لتعيننا نحنا وحبابكم اللي في دار انت تتنحوا تتنحوا كلكم. قدوا سلموا لي لواء. قصرنا معاكم. قال لي لسلموا اقدم لواء في جيش سلموا البلد. وكلكم يتنحوا. الجيش هيجيف? ما هيجيف? الجيش مؤسسة. الجيش مؤسسة. الجيش مؤسسة. يعني الجيش ما شركة ولا بغالة ولا طاحونة عشان نتشاور ونمش نتشاور في شنو? الشغل واضح يا برهان. البلد دي واضح. الحدائرة شنو والحاصل فيه شنو? ما لا. واضح. بلد بعد سنة وستة شهور ما ما تم اعلان حالة الطوارئ فيها? ماذا عملت حكومة بتاع تحريف فيها? بلد للآن ماذا عملت حكومة تحريف فيها? في حاجاتها برهان دي ماذا؟ رلات تفسير ولا ذا رلات أبرير. السودان خليته في حتة ما اعلن بها إلا الله. والله العظيم. عشان كده عندك عندك خيار ممكن تشكل حكومة تحريف. خليها تمسك الغرار وانت اقعد تغايق للجيش توق مع عركز دي. اتفرغ انت لجيشك وخلي الحكومة تحت الجيش دي تدير الدولة السودانية. انت عليك السياسات الخارجية عليك الهناي خليهم يديروا الدولة. خليهم يديروا الدولة. وشوف انت دار تعمل شنون. شعب السوداني صبر وصابر وحيصبر ولو استمرت مليون سنة احنا ما عندنا مشكلة صابرين. لو يتمسح السودان من الكورة الارضية احنا صابرين. لو سلمتونا لا اراضي بس اي اراضي احنا معاكم. لو واي معاكم. بس في النهاية احنا ما دارين نفقد كرامتنا وعزتنا. لا دارين جيشنا انتهي ولا دارين بلدنا تنتهي. بلدنا بتنتهي بالانتهاء الجيش. الجيش مؤسسة استلمتوه زي ما هي. اتغيروا فيها خمسة غادات وربعة في اسبوع واحد ما حصل لا اي حاجة. ما حصل لا اي حاجة. في حاجات ما بتتقال. مفروض الصليقون فيها السر وفيها الجحر يا سر حضر. ولا انا احتمال. لو انا دار افسر الكلام ده بحتبروا رسالة عادية. رسالة. انه لازم يتقال الكلام ده دي رسالة للناس اللي بتفهم. للناس اللي بتفهم. الان جاك الوفد الروسي. وماشي ايران. وماشي غطر. وماشي الصين. دي المساحات اللي ممكن تهديك دولة. هنا الدولة الناس ديل ما بحبوا اللفة والدوران. يا معاون يا ضدهم. في النص ما فيه. يوم معاون ويوم ضدهم ما فيه. عندهم مصداقية. يا معاك كده تموت معاون بموتوا معاك. يا ما تبشي لهم. يعني ما يوم وانا بمشي لهم معاكم. والتاني يوم باجع اقلب ضدهم. الناس دي ما بترضى. خط غرارك وخط غرار الدولة سودانية. وانه ده خيار نقدام مع الناس دي. الناس دي ما بتخزلك. الماشي لا دي ما بتخزلك. لكن اللي بخزلك التردد. تمش بيه هنا. يرسلوا لك. وزير الخارجية بتاع دولة تانية. وانحنا بنديق. وانحنا بنعمل لك. وانحنا اهل. وانحنا شقاء. وانحنا هناي. وانحنا غشو. الدول الماشي لا دي. دي تمشي لا دي. انت مال يدك. انك انت خلاص اخترتها. ما في رجع لي ورا. مهما كانت. رجع لي ورا ما في. قدام بس. والله العظيم ما تحصل لك حاجة. لكن تقعد تتردد. لابتلين فيهم. لابتلين في العدو. يتكون قاعد في النص يدق دا يدق ودا يدق. احنا صابرين. ما عندنا حاجة. لانه عارفين. لو ما عبرنا. ما عندنا دولة. عشان كده احنا مصرين نعبر. ما نرجع لي ورا ولا سنتيمتر ما نرجع. دارين دولتنا لي قدام لي قدام. بل بس بل بس لي وما دين. واتمنى انه البرهان يشكل حكومة بتاع تحريب. لانه البلد محتاجة فعلا حكومة تحريب. البلد محتاجة حكومة تحريب فعلا بعد الكلام الاخير اللي قال دا. خسما بالله العظيم البلد محتاجة حكومة بكامل الصلاحية حكومة تنفيذية وتشريعية. ويكون المجلس السيادة مجلس تشريف فقط. ودي المفروض احصان. حكومة تكون حكومة دغرية. لعندها وصاية من نحت ولا في ظه الوصع عليها ولا في ظه الوصع عليها. وصيها على نفسها بتعمل غراراتها بتدير دولتها. دا اللي بنعرفه. لانه في حاجات الله يدي الناس العافية وبإذن الله تعالى منتصرين. شاء من شاء ابا من ابا. نحن منتصرين. والبقول لك ما منتصرين. نحن منتصرين. والبقول لك ما منتصرين دا. امشي راجع. اشتركوا في القناة